اشتركوا في القناة وطلبات خدمة الزمائن وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن شركتين فيزا كارد ومستر كارد لا تخضعان لرقابة البنك المركزي ولا للحكومة العراقية بأنهما شركتان أمريكيتان وتعتبر من الشركات الأمريكية الكبرى مؤكدين على ضرورة تحديد نسبة الاستخطاع لتقرير الثقل عن كاهل الموظفة لإضافة إلى زيادة الوعي بقنوات الدفع الإلكتروني التي لا بديل عنها ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 87% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 289 مليون دولار أمريكية وذكرت مصادر الصحفية أن معظم المبيعات من البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصد في الخارج وأن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف لما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصد في الخارج 21 مصرفاً بينما بلغ عدد شركات الصرافة وتوسط المشاركة في المزاد 85 شركة قال النائب زهير شهيد الفتلاوي قال إن تعديل سلم رواتب الموظفين في العراق بات من الاستحالة تحقيقه وأضاف الفتلاوي أن اللجنة التي شكلها السوداني بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين أصدرت توصيات واضحة تؤكد استحالة تحقيق أي تغيير في الرواتب أو تعديلها وأشار إلى أن هناك صعوبة بالغة في إجراء تعديل سلم الرواتب بسبب التعيينات الكثيرة التي أطلقتها حكومة السوداني وأنهكات الموازنة المالية في ظل استمرار التخبط في القرارات والإجراءات التي لم تفضي إلى نتيجة إيجابية على حد تعبيره قالت صحيفة اندبندنت عربية أن العراق تحول إلى محطة للعمال والمستثمرين الإيرانيين وبحسب الصحيفة فقد أظهرت البيانات الميدانية والبحثية أن السلطات في العراق تسعى بشتى الطرق والوسائل لجذب العمالة الإيرانية والمقاولين والمستثمرين الموجودين في إيران وسبق أن قال أمين وسر المرفة الإيرانية العراقية المشتركة إن راتب العمال في العراق يبلغ ستمائة دولار شهرياً أي ثلاثة أو أربعة ضعاف راتب العمال في إيران قررت وزارة النفط في العراق مضعفة كمية التخفيض الطوعية لإنتاج النفط إلى 422 ألف برميل يومياً بدلاً من 211 ألف برميل يومياً كما كانت متفقة عليه سابقاً وتبلغ الطاقة التصديرية الحالية للنفط 3.5 مليون برميل يومياً وهو الرقم المثبت من موازنة أيضاً فيما تبلغ الطاقة التكريرية في المصافي أكثر من 800 ألف برميل يومياً ما يعني أن الإنتاج لن يكون كافياً لتغطية التصدير والتكرير بذات الوقت والآن هذه الانتقالة سريعاً مشاهدين الكرام إلى أسعار لصف العمولات الأجنبية وأسعار المعادنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية المجزة الاقتصادية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر